كابتن عيسام وكابتن فريدة العسقلاني أحد نجمات فريق النادي الإله مبروك للفوز النهاردة إن شاء الله عندنا خطوة بإذن الله ونحق البطولة دي كابتن حمدي اتكلم معاكوا قبل المباراة إزاي وإزاي ما أهلكوا نفسيا ودوافعكوا إزاي المباراة إزاي بإذن الله إحنا زي مشروع قالت إحنا تعلمنا من البطولة اللي فاتت إنا هنشوف ماتشو ماتشو فإحنا مكناش مركزين خالص معاً إحنا ممكن نقبل مين في الفاينل ولا إيه فإحنا مركزين في الماتش اللي إحنا ندخلينه ده فكنا كل تركزنا فيه وكنا عرفين أن تدي فرقة جامدة أوي عرفين أن نساني فاينل دايما بيكون صعب وأقوم نفاينل نفسه فإحنا كنا ندخلين مركزين جداً كان فيه في أول الماتش شوية التوتر وكده وسبب أنهم أخدوا أول جيم بس إحنا عرفنا أن يبقى فيه كومباك وأخدنا الثلاث أشوات اللي بعدهم بتألي ده كابتال حمدي كان على طول بيهدينه في الملعب ده ما يحسن فيه توطر بس ده ما يحسن إحنا من راخي شوية فهيشد علينا فهو طبعاً كان فيه عامل كبير قوي معناوي ونفسي السؤال المهم ممكن بنقول لمنافسات شايفها إزاي البطولة مستوى الفني شايفها إزاي أنت شاركت في أكتر من بطولة على معتقد شايف المنافسات الموسم ده أو السنة دي شايفها إزاي مع الفرقة التونسية والفرقة الجزارية والفرقة الأفريقية كان هو الفرقة الأفريقية لحد ما برضو ليها لمت معين في المستوى بتاعها وإحنا قدرنا نتغلب عليهم 3 سفر فرقة كلها لكن فيه طبعاً الفرقة التانية بقى زي تونس وكنيا وكده كلهم ده الجمدين جداً يعني فبتهيالين فيه برضو يعني فيه مستويين كلا مستوى جامد قوي ومستوى تحت شوية مباراة نهائية قرطاج إن شاء الله بنتمنى لكم التوفيق وتحصلوا على البطولة بتستعدوا لها إزاي كابتن حمدي وانتو كمان كلاعبات هتكلموا مع بعض إزاي قبل المباراة إحنا إن شاء الله إن شاء الله هو هدفنا نحن أخذ أفريقيا مش فرق معني مين هنلعب مين ولا كده فإحنا إن شاء الله كل تركيزنا اليومين اللي جايين بكرة وبعدهم هيبقى على الماتش ده ونتمنى أن الجمهور كله يكون موجود عشان بحفزنا جداً وإن شاء الله هنكسب يعني بنشكر طبعاً من جديد كل نجمات فريقة للنادي الأهلي على الفوز على البطولة إن شاء الله يحصدوها النادي الأهلي ولن تخرج بإذن الله من مقر النادي الأهلي بالجزيرة أداء رائع مع كابتن حمدي الصافي عندهم إصرار كبير بنات النادي الأهلي إن شاء الله يكونوا موفقين في مباراة قرطاج فريق قرطاج من الفرق المميزة جداً حامل اللقب زي ما أنت عارف كابتن هيسم